اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من سبع سنين كنت ساكنة هنا في الدواء انا بنضطر ان احنا نخرج ونشيل مية عشان نوديها البيون مفيش اماكن طرفيه قريبة من الاولاد لا نوادي ولا اي حدا طرفيه ولا مكاتب كانت المدارس بعيدة شوية عن الاولاد برضو كنت امشي شوية بعيد شوية عشان اروح اجيب الخضار ومستلزمات البيت انا حاليا من سكان حي الاسمراء انا كنت دخلة وهيبة المكان كنت خايفة لدرجة ابني اول ما جينا احنا عايزين نرجع مكاننا تاني احنا جينا يوم من خمسة عشرة ساعة 2017 سلامنا بالليل كل واحد كان بيجي راح اشكي انا عن نفسي كنتي في اللحظة ده عايز جد لربنا مكنتش متخيلة محمود يلا عشان ننزل تأخرنا عدري بابا ابني دلوقتي بيقوللي لا خلينا موجودين المكان احسن هتروح فين دلوقتي هتروح المكتبة هاروح المكتبة قعد شوية وعليك هتطلق على النادي خلاصا هاروح شغلي فنجمع الخدمات واجي لك على الملعب ماشي اللي ماجه اللي حلوة اللي بيحب بروحها لصحابي الملعب والمكتبة بحب أقر كتب التاريخ وكسس واكتر راح بيعجبني في الكسس نجيب محفوظة عشان تحسل اللي هو بيحكيه هو هو جعي أنا بشتغل هنا بدي جلسات للسيدات أعلمهم إزاي يعملوا مشاريع إزاي بنعمل مشروع أو بنخطط لمشروع وين هدف من المشروع بتاعنا المشروع بتاعنا لو ما كانش مشروع ناجح ما بقاوش لي قيمة ولما كانش يدخل لي ربح لبيتي والأولادي وأنا ساعد في دخل البيت ده ما روش لازمة أنا تعلمت وخط طورات تابع ساخدهم كافحة وعلاج الإجمال إزاي إحنا نقف قدام الشخص ونخبط يعني إيه طرق أبواب إحنا بننزل طوعية في أماكن كتير هوا بننزل على قاوي بننزل على مواقف أماكن سكنية كتير دي مبادرة طوعية عندنا عيادة في حي الأصمراء العلاج اللي يدمان بالمكان وعلى نفقة الدولة مزيوط ماشي العيادة بتفتح كل يوم من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء بعدها عن يوم الجمعة دي بنعالج فيها بالمكان جميع عنواع المواد المخدرة أنت وعيه لأنه بتجيه للأطفال بعلمهم إراءة وكتابة لأنه ضعيف إراءة وكتابة فأنا عايزة يتحسن يعرف يقرأ ويكتب يبقى جيل كويس لو قلنا الألف على فتحة تبقى لو قسرة لو ضمة لو سكون رابع عليكم وكتابة 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 محمود ما كانش بيمارس رياضة في الدوية عشان ما كانش فيه مكان اللي هو يمارس فيه لكن لما جينا هنا لقى نادي واثنين وثلاثة يمارس في لوائي بتاعنا النادي هنا من غير فلوس اللي بنفع شوانا جميع الواقع بيتغير بالنسبة للناس عايزة عيش الواقع ده مش عايزة حلم اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى